بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثاني والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركة فيه ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع ووقفنا في حلقتنا السابقة عند قوله ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين بسم الله الرحمن الرحيم من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً أن يكون المبيع معلوماً ومن صور فإن كان مجهولاً لم يصح ومن صور المجهول هاتان المسألتان بيع الحمل في البطن يعني ما دام في البطن فإنه مجهول وكذلك اللبن في الضرع ما دام في الضرع فإنه مستور ومجهول للمشتري فلا يصح إلا إذا بيع مع أصله فإذا بيع الحمل مع أمه وبيع اللبن مع ذات اللبن مع الحيوان جاز ذلك لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً ولزوال الجهالة بذلك ولا مسكن في فأرته وكذلك من الصور التي يكون فيها المبيع مجهولاً بيع المسك في فأرته والمسك نوع من الطيب نوع من الطيب الجامد وهو في الأصل دم الغزال دم الغزال يتجمد وييبس عليه جلده ثم يحكه الغزال ثم يسقط أو يأخذ منه بطريقة معروفة وهو من أجود أنواع الطيب في فأرته يعني في غلافه لأنه يكون عليه غلاف وهو جلد جلد يكون على نفس المسك فما دام أنه مستور في هذا الجلد الذي يسمى بالفأرة فإنه لا يجوز بيعه حتى يعرف ما بداخله نعم ولا نوى في تمره ولا يباع نوى في تمر للجهالة النوى يصح بيعه إذا كان بارزاً أما إذا كان في التمر فإنه لا يصح لأنه مجهول نعم وصوف على ظهر وكذلك لا يجوز بيع الصوف على الظهر على ظهر الحيوان وإن كان ظاهراً ويرى لكن يختلفون في جزه وفي أخذه أي أحص الخلاف ونزاع هذا يريد أن يقص من كذا وهذا يريد أن يقص من كذا فيحصل الجهل في أخذ هذا الصوف من أين يكون نعم وفجل ونحوه قبل قلعه كذلك لا يصح بيع ماهو مغيب في الأرض مما المقصود منه المغيب في الأرض كبيع الفجل الذي هو مغيب في الأرض والبصل الذي هو مغيب في الأرض كل ما كان المقصود منه مغيباً في الأرض فإنه لا يصح بيعه للجهالة لأنه لا يدرى هذا المغيب هل هو سليم أو غير سليم هل هو جيد أو غير جيد فيحصل النزاع تحصل الجهالة والغرب هذا الذي عليه المذهب وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين وهو مذهب المالكية إلى أنه يجوز بيع المغيب في الأرض إذا كان له ورق ظاهر لأنه يعرف نوعيته من ورقه ولأن حاجة الناس تدعو إلى هذا فيجوز أن يبيع البصل وهو مغيب في الأرض ويبيع الفجل صوص الفجل وهو مغيب في الأرض وكل ما المقصود منه مغيب في الأرض قالوا لأن أوراقه الظاهرة تدل على نوعيته وجودته وسلامته نعم ولأن حاجة الناس تدعو إلى هذا أيضا نعم والأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه نعم فجل كذا بالكسر نعم ضبطت عندي بالضم يمكن نعم قال وَلَا يَصْحُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ كذلك من صور الجهالة وما يكون فيه المبيع مجهولا بيع الملامسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة فاستره العلماء بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته من هذه الثياب مثلا أو أي دابة لمستها من هذه الدواب فهو عليك بكذا لأن هذا مجهول ربما يلمس شيئا مثمنا فيتضرر البائع أو يلمس شيئا غير مثمن فيتضرر المشتري نعم وَالْمُنَابَذَةِ كذلك بيع المنابذة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وَالْمُنَابَذَةِ كَأَنْ يَقُولَ أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا ولا يدرى ما هو الثوب الذي سينبذه فيكون في هذا جهاله نعم ولا عبد من عبيده ولا يجوز بيع عبد من عبيده مجملا حتى يقول العبد الفلاني أما بيع عبد من عبيده دون تعيين فهذا يؤل إلى النزاع لأن هذا العبد مجهول نعم ونحوه كان يقول يبيع عليه سيارة من سياراته أو يبيع عليه ثوبا من ثيابه أو يبيع عليه فلة من الفلة التي له هذا كله لا يجوز لأن هذه الأشياء مجهولة حتى يعين فيقول الثوب الفلاني السيارة الفلانية الفلة الفلانية حتى تزول الجهالة وينقطع النزاع نعم ولا استثناؤه إلا معينة كذلك من المجهولات في البيع أن يستثني استثناء مجهولا كان يقول بعت عليك هذه الدار إلا بعضها أو إلا غرفة منها بدون تعيين أو بعتك هذا اللحم إلا إلا كذا منه إلا مقدار رطل منه واللحم مجهول مجهول الوزن فإن هذا يؤول إلى الجهالة والعلماء يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فأما إذا كانت الثنية معلومة فلا باس كان يقول بعت عليك هذه الدار إلا الغرفة الفلانية أو بعت عليك هذه الشات تذبحها إلا رأسها أو إلا أكارعها أو أطرافها أو إلا جلدها لأن هذا استثناء معلوم وليس فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلام فإذا علمت يعني علم المستثناء وتحدد فلا باس بذلك يجوز الاستثناء المعلوم من البيع نعم قال وإن استثناء من حيوان يؤكل رأسه وجلده وعطرافه صح لأن هذا معلوم إذا استثناء من حيوان يؤكل ويذبح للأكل استثناء رأسه أو استثناء جلده أو استثناء أطرافه وأكارعه صح لأن هذه الأشياء معلومة ولا جهالة فيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ومولاه ودليله عامر بن فهيرة فعلوا ذلك ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة فعلوا ذلك اشتروشاتا من رجل واستثناء الرجل أطرافها فأمضوا معه هذا البيع نعم وعكسه الشحم والحمل أما لو باع حيوانا واستثناء شحمه لم يصح البيع لأن الشحم مجهول أو استثنى الحمل قال بعتك هذه الدابة إلا الحمل الذي في بطنها إذا ولدت يكون لي هذا لا يجوز لأن الحمل مجهول نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرماء وبالطيخ سبق أنه لا يصح بيع المغيب الذي لا يرى مثل المسك في فعراته وكل ما هو مغيب لم يوصف ولم يرى للمشتري للطرف الآخر لأن المغيب مجهول مغيب مجهول لكن يستثنى ما تدعو الحاجة إلى بيعه مما هو مغيب ولا يمكن الانتفاع به إلا كذلك إلا مغيب ببقاء قشرته عليه مثل ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان والباق إلا لأن هذه الأشياء من مصلحتها وبقاء الانتفاع بها أن تبقى عليها قشورها ولا تزال إلا عند الاستعمال فلأجل المصلحة تسومح في بيعها وهي كذلك نعم وبيع الباق الله وبيع الباق الله ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله كذلك يجوز بيع الحب المشتد في سنبله إذا بدى صلاحه إذا اشتد بدى صلاحه فيجوز بيعه يجوز بيعه في سنبله لأنه يحتاج إلى بقائه في سنبله نعم وأن يكون الثمن معلوما نعم هذا من شروط صحة البيع أيضا أن يكون الثمن معلوما كما أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما فكذلك يشترط الثمن أن يكون معلوما لأنه أحد العوضين نعم فإن باعه برقمه أو بألف جرب إن باعه برقمه إذا باعه برقمه قال بعتك هذه السلعة بالرقم المكتوب عليها أنا ما أدري وإشتمنها لكن ثمنها مكتوب عليها فبعتك إياها بما كتب عليها وكلاهما يجهل هذا الرقم قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فلا يصح بيع الشيء برقمه حتى يعلم نعم أو بألف درها من ذهبا وفضة أو بعتك هذه السلعة بألف بعضها ذهب وبعضها فضة فإن هذا لا يصح لأنه لا يدرى ما مقدار الذهب من الفضة فيكون ذلك مجهولا نعم أو بما ينقطع به السعر كذلك من صور جهالة الثمن أن يبيعه بما ينقطع به السعر كأن يقول آخذ منك هذه السلعة بما ينقطع به السعر أو إذا انقطع السعر وانقطع الحراج فقد اشتريتها منك حرج عليها وآخر شيء تصل إليه فأنا مشتريها منك هذا يحدث كثيرا أنا مشتريها منك به لأنه مجهول لا يدرى ما لا ينقطع به السعر قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا والمعاملات في الإسلام يجب أن تكون مبنية على المعلومية وعلى زوال الغرر والمقامرة ولأن هذا يحصل فيه خداع ويحصل فيه جهالة فيتضرر أحد الطرفين نعم أحيانا يكون عند بعض المشتريين فهم لهذه السلعة وجنسها فيقول لمالكها أشتريها منك بما تقف عليه في السوق ما يصلح هذا لأنه ما يدرى ماذا تقف عليه في السوق نعم يعني يحرم التبايع بهذا نعم نعم أو بما أو قال بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما أو بما باع به زيد بعتك هذه السلعة بمثل ما باع به زيد نظيرتها وجهلاه جهل ما باع به زيد فإنه لا يصح البيع لأنه لأن هذا لأن هذا الثمن مجهول ويحصل فيه غرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر ونهى عن الجهالة والحاصل أن القاعدة في الشريعة منع الغرر والجهالة في البيوع نعم أو أحدهما يعني جهل ما باع به زيد أو جهله أحدهما فإنه لا يصح هذا البيع لوجود الغرر نعم لم يصح نعم وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شات بدرهم صح إذا باع صبرة وهي الكومة من الطعام كل قفيز بدرهم أو باع القطيع من الغنم كل شات بمئة ريال أو باع الثوب يعني القماش كل ذراع بدرهم فإنه يصح هذا البيع لأن هذا ليس فيه غرر وليس فيه جهالة لأن المبيع مشاهد وقدر ثمنه قدر ثمنه بما يعلم قدر ثمنه بما يعلم مآلا ولا غرر فيه فيجوز هذا نعم وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وإن باع الصبرة باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لماذا؟ لأنه ما يدرى ما حاجة المشتري بخلاف الصورة التي قبلها باع الصبرة كلها كل قفيز بدرهم أما هنا باع من الصبرة كل يعني يقول خذ حاجك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم هذا له صح لأنه مجهول ما يدرى ماذا يأخذ من الصبرة فيكون المبيع مجهولا نعم ما تحقق به العلم هو يعرف لو أخذ أربعة صبرة أو خمسة ما يدرى الشيء يأخذ ربما يكون حاجة كثيرة أو قليلة أو متوسطة فلا يدري البايع ما حاجة المشتري من هذه الصبرة إذا أخذ أربعا يعطيها أربعة دراهم وإذا خذ عشرا يعطيها عشرة دراهم يعني في مرحلة من المراحلة تنتفي الجهالة مجهول لا هذا مجهول مجهول وقت العقد هذا مجهول وقت العقد نعم هذا يحدث كثيرا في البقالات والمحلات نعم نعم يأخذ كذا عددا إذا أخذ كذا فلك كذا كل شيء مسعر هذا يأخذ كل شيء بسعر مسعر هي نعم لكن هذا ما سعر نعم وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه أو باع بمئة درهم إلا دينارا بمئة درهم هذا من الفضة إلا دينارا وهو النقد من الذهاب فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه من غير جنس المستثنى منه فيكون مجهولا والاستثنى إذا كان مجهولا لم يصح نعم أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح إذا باع شيئا معلوما ومجهولا كأن يقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بمئة ريال لم يصح لأن ما في بطن الفرس الأخرى مجهول مجهولة ولكن يصح في المعلوم بقصته يصح في المعلوم بقصته من الثمن نعم فإن لم يتعذر نعم أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقول كل منهما بكذا لم يصح نعم إذا باع معلوما ومجهولا قوله بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى ويتعذر علم هذا المجهول لأن الحمل ما دام في البطن تعذر علمه ولم يقول كل منهما بكذا لم يصح أما إن قال الفرس المعلومة بمئة ريال والمجهول الحمل الذي في بطن الأخرى بخمسين ريال صح في المعلوم بقسطه صح في المعلوم بقسطه المحدد وبطل في المجهول لو باعهما بثمن واحد لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه يعني وبطل في غير المعلوم ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن ولو باع مشاعا بينه وبين غيره نعم إذا باع شيئا مشتركا بينه وبين غيره فإنه لا يصح أن يبيع ملك غيره أي جوزا يبيع نصيبه لكن لا يجوز أن يبيع نصيب غيره بثمن واحد بثمن واحد فماذا نعمل نقول يصح في نصيبه بقسطه يوزع الثمن على أسهم الشركة فيصح البيع به سهمه بقسطه من الثمن نعم كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كالطعام مثلا يعني مشترك بينهم مئة صاع من الطعام باعها بخمسين ريال صح في نصيبه بقسطه صح في نصيبه من الطعام مثلا بقسطه من الثمن لأن نقسم القيمة على المبيع فيكون يصح البيع في نصيب البايع بقسطه ويبطل في نصيب شريكه نعم وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه لو باع عبده وعبد غيره بغير إذن الآخر صح في عبده بقسطه من الثمن يعني باع عبده وعبد غيره بقيمة واحدة فإنه تقسم القيمة على الإثنين ويصح بعبده بقسطه بمعنى أنه يقوم كل منهما يقوم كل منهما وتجمع قيمة العبدين المقدرة تجمع قيمة العبدين المقدرة ويأخذ له من الثمن الذي وقع عليه البيع بقسط نصيبه من الثمن المقدرة نعم وفي الخل بقسط فإذا كان مثلا عبده يساوي هو باع عبده وعبد غيره بمئة ريال نقول كم يسوى عبد البايع قالوا يسوى عشرين ريال وكم يسوى عبد الآخر الذي لم يأذن قالوا يسوى عشر ترين نسبة نصيبه إلى المجموع نجمع شره مع عشرين يصير ثلاثين كم نسبة نصيب البايع من الثلاثين الثلثان نعم الثلثان فيصح بثلثين القيمة هو يلغو ثلث القيمة لأنه بيع ما لا يصح ولا يملك هذا معنى بقسطه من الثمن نعم يعني بالمحاصة نعم بنسبته نعم وفي الخل بقسطه كذلك إذا باع خلا وخمر الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه لكن باعه ما بقيمة واحدة بمئة ريال نقوم من ثمن الخل كم يسوى قالوا يسوى خمسين ريال قلنا والخمر لو كان خلا كم يسوى قالوا يسوى مثلا خمس وعشرين ريال المجموع خمس سبعين خمس سبعين كم نسبة الخمسين للخمس السبعين ثلثان ثلثان إذن يصح في ثلثين القيمة هو يلغو ثلثها نعم ولمشترين الخيار إن جهل الحال هذه المسائل تسمى تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة فإذا فرقت عليه الصفقة يعني صححت في الصحيح وأفطلت فيما لا يصح فإن قال المشتري أنا علي ضرر من هذا أنا حسب في صحة البيع على الجميع ولو دريت أنه ما حصل لي إلا نصيب هذا ما اشتريت أنا علي ضرر وهذا ما يكفي حاجتي نقول لك الخيار إن شئت تمضي البيع وتأخذ نصيب اللي يباع عليك بقصته من الثمن وإن شئت أن تفسخ لأجل دفع الضرر عنك فلا بأس بذلك هذا معنى قوله ولمشترين الخيار إن جاهل الحال إن جاهل الحال يعني فيما يصح إن جاهل الحال في أنه ما يملك العبد الثاني نعم ما يملك العبد الثاني يحص بهن كلهن كلهن له نعم أو إن جاهل الحال في المشترك يحسبوا كله له ما دير إنه مشترك حسبوا كله له نعم تبين إنه ما هو في كله له أو جهل الحال في أن هذا الشيء خمر اللي مع الخل جهل أنه خمر حسب الخل تبين أنه خمر جهل حاله فله الخير أما إن كان يعلم في هذه الأمور كلها وداخل على بصيرة فليس له خيار له نصيب من باع عليه ويلغو في الأشياء الأخرى وليس له خيار لأنه رضي بذلك ودخل على بصيرة أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة